السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ازايكم يا احلى اخوات عاملين ايه يا رب اكونوا بخير انا هده عمل لكم فيديو حلو قوي تنظيم افكارك قبل ما تنزل السوق وهوريكم في اخر الفيديو انا اشتريت ايه من غير ما فكر وطلعت بصراحة كارثة يعني ما استعملتهاش والفلوس ضعت علي وهي مرمية هي من ساعة انا ما اشتريتها ما استعملتهاش ولا عملت بها اي حاجة فانا هوريهلكو في اخر الفيديو ان شاء الله شكلها ايه وهي ايه اللي انا اشتريتها من غير تفكير ومن غير مسأل بس ما تنسيش تشترك في قناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعملي لايك وطبعا احنا عارفين احنا قبل ما ننزل السوق بنبقى عارفين احنا هنشتري ايه بنرتب افكارنا وحاجتنا يعني احنا من بالليل طبعا في الروتين المسائي لازم ننضف المطبخ اول اهم حاجة المطبخ الحود والرخامة يعني لو عندك اطباق او اي حاجة في الحود لازم تخلصيها وطبعا كأن يعني يعني الحود اعمليه كأنه طبع يعني ما تسيبوهوش بعدما تخسلي تسيبه كده يعني مش نضيف لا لازم تمسك السلكة او بكلور وتخسليه وتخليه بيلمع لان انت بعدما تخلص وتلاقي الحود بيلمع قدامك نفسيتك هتستريح قوي وطبعا الرخامة اهم حاجة الرخامة تبقى فاضية تفضيها لو انت خسلت الاطباق وبقى مكفيها عشان تنشف تعنيهم اي حاجة على الرخامة تعنيها اي كركبة اي عافشة اي اطباق اي كبيات كل حاجة تتعان مكانها والرخامة تتنظف وتبقى زي الفل لان انت لما تصحي منه متلق الحود والرخامة نظاف نفسيتك هتبقى مرتاحة طول اليوم وبعدما تخلصي بقى الحاجات بتاعت الرخامة والحود تعودي مع نفسك كده بقى لو انت شوفها الثاني يوم هتعملي ايه هتنزلي السوق تشتري حاجات ولا هتعودي في البيت وتنظفي البيت بتاعك او تطبخي فالوحدة لازم يبقى في ايدها ورق او قلم عشان تكتبي اي فكرة تجي في بانك تكتبيها على طول اي حاجة عايزة تشتريها اكتبيها اي حاجة عايزة تعمليها تنظيفات طبيق اي فكرة تجي في بالك اكتبيها ده بتنظم وقتك وجهدك وتفكيرك اه فانا في الاول هوريك المشتريات المهمة اللي انا اشترتها وبعدين في الاخر هوريك اللي انا اشترتها وما استعملتهاش وخسرت الفلوس فيها اه ويلا بنا نبدأ الفيديو بس ما تنسيش تعملي لايك وتشترك في قناتي لو انت ما اشتركتيش ويلا بنا نبدأ الفيديو والوقت انا معاك اهود وهوريك المشتريات اللي انا اشترتها المهمة اللي انا محتاجاها زي ما انا كنت ايلالكم ان انا قبل منزل السوق لازم اعرف انا هشتري ايه يعني انا النهاردة كنت عايزة ايه كنت عايزة اعمل محشي كوسة فطبعا المحشي الكوسة ده محتاج كوسة محتاج بصل محتاج تماطم محتاج خضرة التوابل انا عندي التوابل كامل والفلفل بقى والحاجات ديه بس انا روحت جبت الكوسة زي ما انتوا شايفين كده طبعا المقاس بتاعها كويس عشان الحشو اه وكمان جبت الخضرة الخضرة ديها الجميلة اوة برس زي وحلوة والوحدة اه بجنيه يعني انا بصراحة ما صدقتش ان الربطة ديت الوحيدها بجنيه جبت ايه ربطتين لان هم كبار كده فان جبت اتنين كفاية على اه اه للمحشي تقضي المحشي والبصل انا ما كانش عندي بصل خالص فطبعا جبت بصل عشان يقضيني يقضي طبختي ويقضيني كمان ان انا اعينه اه في التلاجة يبقى ايه عندي شوفوا المقاس ده المقاس ده جميل اوي علشان ايه لو انت لو جبت كبير اوي البصلها بتتهضر بيبقى نصها بيترامي ايه فاحنا نيجي ناقل البصل ايه الزغيرة دي المتوسطة ما نجيبش بصل كبير اوي فيترامى من انا وطبعا انا ايه ايه بصلت في التلاج قبل منزل لقيتها عندي طماطم فانا ما جبتش طماطم كتير يعدوبك بس ايه على قد طبخة بتاعتي دي وكمان لو هي فيه طماطم يعني جامدة وكده هسيبها للسلطة بده ما عندي طماطم كتير فما ايه مقلت بقى لاش بقى يعني ايه اكتر كمان وكدت عيني كمان في الفريزل فانا قلت بقى كفاية الحب دول وجبت كمان ايه شوفوا ده صابون سايل انا بجيب الصابون السايل ما بجيبش علم اه بتبقى اوفر واحسن بيبقى تقيل كده وكويس ايه وكمان بجيب الكولور سايب ما بجيبهش علم السايب اهوت بيبقى اوفر وكمان اللي بحسن لان انا بتعب من الراحة الجامدة قوي فبا ريحته ما بتبقىش نفازة قوي هو بيبقى كويس وبيشيل البطع وبينظف كل حاجة وجميل بس ريحته ما بتبقىش نفازة قوي زي بتاعت اه العلبة او الازازة معلاش انا بقى هشيل الكولور والصابون ده علشان بس ريحت الاكل وكمان هشيل الصابون ده وجبت كمان الصابون الريحة ده شوفوا الصابون الجاميل ده اربعة ام اربعة ايه بكتة واحدة لقاتها حلوة برضو قلت اما اجيبها ايه اجربها فمعلاش انا هشيل بس الصابون والكلور ده من جنب الاكل اه معلاش يا جماعة الفيديو بتاع بقات المشتريات اه تقطع مني معرفش المشتريات مبانيتش بقتها اه فان هقولوكو انا جبت ايه تاني انا بعد ما نزلت بقى الكولور والصابون بس ريحة الاكل وكده اه انا جبت اه عادس الجبة مش هعمله كشاري انا هعمله بالصلصة اه انا كنت عاملة معاكو الطريقة ده قبل كده في فيديو لو انت هستعرف الطريقة ارجعي تاني للفيديوهات بتاعتي وانت تشوف الطريقة اه وكمان جبت مكارونة المكارونة ديها من اللي هي الحباية الصغيرة اه لانا عندي مكارونة سباجيتم اللي هي الطويلة ديها فانا عندي في البيت فيه بيحبوا اللي هي السباجيتم الطويلة وفيه بيحبوا المكارونة الصغيرة دي اه فانا قلت اه خلاص هنهار دي جمعي الاطراف وهشتري اه الزغيرة ديها اه وكمان اشتريت اه كانش عندي ملح في البرتمان طبعا اشتريت كيس ملح لان احنا ما منقدرش نستغنى عن الملح ده هو اساس الطبخ وكمان الشاي بتاع البرتمان فانا قلت باكو فجبت اه باكو شاي الوقت وهمل البرتمان طبعا انتوا عارفين ان احنا ما منقدرش نستغنى عن الشاي اه فعشان كده جبت باكو وهحطوه في البرتمان فانا زي ما انا قلتلكم ان انا كنت نازلة السوق عارفة انا هشتري اه مش نازلة السوق وخلاص كده لا انا كنت راحة اشتري كوسة عشان اعملها محشي فجبت طبعا المستلزمات بتاع المحشي اللي هي البقدونس ومعنديش بصل خالص جبت باكو بردول بصل وقلت كمان اشتري طماطم بس مش هكطر لان عندي فكل المستلزمات بتاع المحشي موجودة عنده كوسة وبصل وطماطم وخضرة طبعا البهارات فلفل وكمون دي عندي فزي ما قلت لكم انا ما اشتريتش حاجات ملهاش لازمة اللي انا جبتها ديت انا هستعملها مش هتترامى فزي ما انتوا عارفين ان احنا كل واحد فينا لازم يحدد هو نازل يشتري ام السوق مش تنزل تشتري اي حاجة كده قدامك وترجع البيت وتخس ان انت ما اشتريتش اي حاجة لا لازم نبقى عارفين احنا محددين احنا رايحين نشتري اي وياريت تكتبوه في التعليقات اي رأيكم في الكلام ده واستنوا احنا هنكمل الفيديو مع بعضهم وبعد ما وردتكم مشترياتي اللي انا اشتريتها اللي انا هستعملها وهطبخها وكده الوقت هوريكم بقى الكارسة الى انا اشتريتها وما لهاش اي لازمة اللي هي دي القطعة انا بسأل البيع بقوله ده جميلة اه جميلة طب اتقطع البصل والطوم والطماطم وكل حاجة ومعرفش ايه فانا يا سلام بقى لما اتبسط تقود يا معقول يعني هتقطع لي البصل من غير بقى معه ده دمع ولا عناية تحرقني ولا اي حاجة وكمان الطوم من غير معه ده دق اه فانا قلت ايه لا لا ده انا لازم ايه اشتريها فبصراحة طلعت يعني ايه كارسة شوفوا اهي شوفوا شكلها ايه انا اتخدعتي فيها بصراحة قلت ده بقى هتقطع بقى البصل والطوم بقى وايه بقى يا سلام هتوفر لي بقى وقته وحاجات بقى اهو ملهاش اي لازمة ما بتقطعش اي حاجة ما بتقطعش اي حاجة ما بتقطعش اي حاجة التوم التوم بيلزق فيها من جوه هنا هو بيدخل بقى في الحديد ده هو ما بتقطعش ولا البصل بقى بيلزق جوها يمسك في الحديد ده ما عادش بيخرج منه غير الا ما انا ايه اشده بقى واقعد ايه اشده من الحديد ده والطماطم الطماطم يعني قلتها هتخرط الطماطم الطماطم طرية لقيتها يعني بصوا فعصتها عملت الطماطم كده فعصتها مش خرطتها لا فعصتها اهو وده بقى غلطة اه اللي ما يفكرش قبل ما يشتري حاجة شوفوه ما بتنزلش اصلا للاخر ما بتقطعش اي حاجة فانا حبت بس اوريكم ان انا لما اشتريت الحاجات ديت من غير مفكر ومن غير مسأل اخدت مقلب اهو فيارب ان شاء الله الفيديو بتاعي ده يكون عجبكم واستفدتوا بيه حاجة وما تنسوش تكتبولي في التعليقات ايه رأيكم ولو كان حد استعمل البتاع ديت ياريت يقولوها لي في التعليقات بس ما تنسوش تسرك في قناتي وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعملي لايك واربوكوا تعملوا لايك اه ومع السلامة يا احلى اخوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة